تسمع عن فلتر سقراط السلاسي؟ اشتهر سقراط بحكمته في احد الايام صادف الفيلسوف رجل من ما عرفه واللي كان بيركض اليه وقال له بتلهف سقراط اتعلم ما سمعت عن احد طلابك؟ رد عليه سقراط انتظر لحظة قبل ان تخبرني اود منك ان تجتاز امتحان صغير يدعى امتحان الفلتر الثلاثي تابع سقراط هذا صحيح قبل ان تخبرني عن طالبي لنأخذ لحظة لنفلتر ما كنت ستقوله يعني هنصف كلامك الفلتر الاول هو فلتر الصدق هل انت متأكد ان ما ستخبرني به صحيح؟ رد الرجل لا في الواقع لقد سمعت الخبر فقال سقراط حسنا اذا انت لست متأكد ان ما ستخبرني به صحيح او خطأ؟ لنجرب الفلتر الثاني الفلتر الثاني وهو فلتر الجودة هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء جيد؟ فرد الرجل لا على العكس فتابع سقراط حسنا اذا ستخبرني شيء سيء عن طالبي على الرغم من انك غير متأكد من انه صحيح بدأ الرجل بالشعور بالاحراج فتابع سقراط ما زال بامكانك ان تنجح بالامتحان فهناك فلتر سالس الفلتر السالس وهو فلتر الفائدة هل ما ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟ فرد الرجل في الواقع لا فتابع سقراط اذا اذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح ولا بجيد ولا ذي فائدة او قيمة فلماذا تخبرني به من الاصل؟ فسكت الرجل وشعر بالهزيمة والاهانة فالعبرة كم نحن بحاجة اليوم الى فلتر سقراط وذلك قبل ان نظلم غيرنا باخبار غير صحيحة عنهم فنؤزيهم بجهل منا دمتم في امن الله صلوا على رسول الله سلام عليكم